اهلا وسهلا اليوم حشرح لكم بالتفصيل كيف تعملوا اللزانيا اللي بالكوسة حنستخدم الكوسة بدال اللزانيا فحتكون وصفة من غير النشويات فيها نسبة كارب قليلة فتنفع للناس اللي بيسووا دايت كيتو لهذه الوصفة انا استخدمت قطعتين من الكوسة بس الكوسة كانت تعتبر شوية كبيرة فممكن تحتاجوا 3 او 4 ازا كان حجمها اصغر اول شي حنحتاج نسويه اننا نقطع الكوسة الى شرائح رفيع ما نبغاها رفيع زي الورق شوية اسمك فتقدروا تستخدموا هذه الاداة هحط لكم هي في صندوق الوصف اشوفها جدا مفيدة وعملية لأي حاجة تبتقطعوها بنفس الحجم او بنفس السمك اذا ما كان عندكم هذه الاداة فممكن تستخدموا اللي تكشر البطاطس بس عيبها ان احتعطيكم قطع رفيع بزيادة وكمان ممكن تستخدموا السكينة بس تنتبهوا انكم تخلوا كل قطع الكوسة بنفس السماكة عشان ما يكون في قطع رفيع بزيادة ووحدة سميكة وما يستووا في نفس الوقت بعد ما تقطعوها هتحطوا كل القطع حقال الكوسة في زبدية وتملحوها وتحركوها بيدكم الى ما هتحاولوا تغطوا كل القطع بالملح هذه الحركة تساعد انها تخرج السوائل من الكوسة ولما نعمل اللزانيا ما تخرج منها مويات نبغى اللزانيا تكون يعني مسبكة اكتر وما يكون فيها كده موية حوالينها فصدقوني هذه الخطوة جدا ضرورية في بعض المتابعين اقترحوا علي كمان اني ادخلها الفرن بس حسيت انه هذه الخطوة يعني حتطول عليكم اكتر وحتزيد من الخطوات فجربوا اذا تبقوا اكتبوا لي في الكومنتز ايش الطريقة اللي ناسبتكم يعني هذه الطريقة حسيت انها تأدي الغرض والكوسة تركانت مرة مطبوخة لاننا حنتركها في الفرن وقت كفاية بس اذا انتم عندكم وقت وعندكم مزاج انكم تدخلوها في الفرن لحالها اول شي فجربوا طيب بعد ما تملحوها مصبوط حدخلوها على جنب ونبدأ نجاهز اللحم المفروم حنحتاج ربع كيلو من اللحم المفروم تقدروا تستخدموا بقري بس انا افضل الغنم يعني طعمه يعجبني اكتر وحنحطو في اي مقلاية حارة عشان في البداية اني بغا يتقمر وبعد ما ينطبخ ويتقمر شوية حنضيف عليه البصل حنقلب البصل مع اللحم المفروم الى ما يتكرمل او يتغير لونه شوية في نفس الوقت هو بينطبخ تقدروا تضيفه الملح والفلفل الاسود والاوريغانو وكمان انا حطيت اوريغانو مجفف تقدروا تحطوا اوريغانو طازج لو عندكم وحطيت زعتر بري في كتير ناس علقوا لي انو الاوريغانو هو نفس الزعتر البر بس ترى ممكن الناس بتسمي الاوريغانو زعتر بري بس هما مختلفين هادي نبتة مختلفة عن هادي وشكلهم مختلف فممكن تكتبوا في جوجل اوريغانو versus time عشان تشوفوا الفرق في شكل النبتة لهاذي الوصفة حنحتاج علبة كاملة من صلصة المرينيرا بس حنخلي تقريبا ربع كوب عشان نفرده ع الصينية بعد ما تقلبوا الصلصة مع الخليط لمدة خمسة دقايق تقريبا تقدروا تشيلوه من على النار وفي ناس علقوا انو الصلصة تعتبر كارب او فيها نسبة كربوهيدرات بس ترى نسبة مرة قليلة ففي كل الطبق حيكون فيه تقريبا خمسين جرام كربوهيدرات ففي البورش هنا الواحد ما حيكون فيه اكتر من عشرة جرام كارب فان شاء الله انو ما تتجاوزوا المسموح حتى في الدايت الكيتو اضافة اختيارية انكم تضيفوا ريحان طازج كمان هيعطي نكها مرة حلوة في الوصفة فانا قطعتوا بهذه الطريقة اخد حبة كبيرة واحط فوقها الحبات الاصغر والوفها بهذا الشكل وبعد كده نقطعها كمان ممكن تضيفوا شوية باقدونس استخدم تقريبا ربع حزمة حنضيف الاعشاب على خليط اللحم ونقلبه في هذا الوقت حتلاقوا انو الكوسة خرجت منها كل السوائل او المايا حتحسوها مبلولة فاللي حتعملونكم تشوفوا اي سطح فاضي عندكم في المطبخ وتفردوا عليه منادي المطبخ وتحطوا الكوسة عليها هذه الخطوة ضرورية جدا لا تطنشوها لانو الكوسة مشكلتها الناتح بالسوائل كتير فلو طبختوها بالسوائل السوائل هادي حتخرج وقت الطبخ وحتخرب عليكم الطبخة بعد ما تفردوها حتستخدموا منشفة او منادي المطبخ وتحاولوا تتأكدوا انو كل الحبات ناشفة قبل ما تبدأوا تفردوها في الصينية بالنسبة للاجبان حنستخدم جبنة القشقوان وجبنة المزرلة القشقوان حنبشرها بشر خشن مو لازم تكون بشر ناعم لانو في الاخير كلها حتسيح هذه هي طبقة الاجبانة الوحيدة اللي حنستخدمها في الوصفة بالنسبة لي حسيتنا مرة كفاية وسهلت علي الوصفة اكتر واكتر في الصينية صغيرة حكتب لكم مقاسها تحت حنحط اول شيء شوية من صلصة الطماطم اللي شلناها على جنب وبعد كده حنبدأ نفرد الكوسة خلوا كل حبة كوسة تكون فوق الحبة اللي بعدها بس من الطرف عشان ما يكون فيه فراغات بعد كده حنحط نصف خليطة اللحم وتلت خليطة الاجبان حنرجع نكرر نفس الشيء بالكوسة نحاول نخلي كل حبة تمسك الحبة اللي بعدها من الطرف لو كان عندكم كوسة قطاعها صغيرة فتيقدروا تحطوا اتنين فوق بعض زي ما انا عملت عشان تعبوا كل الفراغات حنضيف باقي خليطة اللحم وحنضيف كمان تلت من خليطة الاجبان اخر طبقة حتتكون من كوسة وجبنة فقط حنحط طبقة الكوسة وزي ما انتم شايفين اتضطريت استخدم قطع قصيرة عشان اعب الفراغ ونحط اخر طبقة من الاجبان بفرن مسبق التشغيل على 185 درجة حنحط لزانيا الي ما تصير معانا بهذا اللون من 35 ل 40 دقيقة حيفرق طبعا من نوع الفرن فخليكم قريبين بعد نص ساعة تقدروا تزينوها بريحان طازج وتستمتعوا بألز لزانيا ممكن تعكلوها حقيقي ما حتفتقدوا الباستا وكمان حلو في هذه الوصفة تقدروا تجمدوها في الفريزر عشان الميل برب كل الوصفة والمكونات مكتوبة بالتفصيل في صندوق الوصف فاشوفوها واذا جربتوها اكتبولي رأيكم في التعليقات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر